طيب تعالوا نشوف في الراوند رقم ستة لما لعب عالي رضا بالقطع السوداء أصاد أريان تاري عمل معي اي فور من أريان سي سيكس بيحب يلعب الكاروكان بيدق في بيدق بيدق في بيدق و بيشيب دي ستري هو اختار اللاين ده اللاين مش مشهور قوي في التوب لبل الحقيقة التوب لبل بيلعبه في اللاين ده اعتقد سي فور علشان يلعب البانو في بودفينيك اتاك و ده بيدخلك في اشكال شكل من اشكال الاي كيو بي او يبدأ المعزول لكن هو ما حبش يلعب ده ولعب بيشيب دي ثري حصان سي سيكس فيل بيقول للوزير انت هتعمل ايه و في نفس الوقت بيخرجوا برا سلسلة البيادة لعب حلو هنا اريان لعب الوزير هنا قاله لو سمحت انا عايز البيدق ده و علي رضا لعب كوين سي سيفن لها ميزتين الميزة الاولى انها بتحمل بيدق الميزة التانية انها بتاخد هذا الوطر من الفيل انه ما يطلعش فيه احد الاشكال ساعات بس مش في الشكل ده انك ساعات بتسيب بتسيب الفيل في مقابل ان انا باكل هنا ونروحها في الحماش بس لو عملت كده في الموقف ده هتاخد مات في دماغك فبلاش تعمل الحاجات دي دلوقتي لكن انا بقول لك الفكرة موجودة يعني لان ساعات بتبقى موجودة ساعات بتبقى في ظروف انك متاخدش فيها مات ممكن تعمل الحركة اللي انا قلت عليها دي طيب وهنا الابيض سأل اسوي السؤال الفيل بتاعك ده انت لسا عايزوا على هذا الوطر ولا هترجع به لو رجعت به الوطر ده هيبقى جامد ليه هلعب على المربعات البيضة شوية لو رجعت هنا لو سمحت هات لو رجعت هنا ما ينفعشش ان تقفل على بدء بتاعتك يبقى انت شكلك هترجع هنا وده لتلعب في جيم فعلا حصان طلع حصان طلع تبيت اي ستة روك اي ون اي ستة طبعا انت لعبة قفلت على الفيل اه لكن ااااااااااااااا يعني فيروزى قاللك والله انا مش هكت كل حاجة من الشطرنج انا احاول ان انا العب على هذا الوطر وفعلا طلع بالفيل والنقلة اللي تلعبت بشيب تجي فايف دي علشان عايز يكسر ويجوز البيادئ لكن النقلة دي بصراحة مش منطقية لان انت اصلا لو كسرت وجوزت البيادئ انت فتحتي لي فايل على مالكك فبصراحة كان ممكن يلعب بشيب هنا افضل بشيب اي سري ممكن كانت تكون احسا معافشا الكمبيوتر ايه هنا كمبيوتر ايه لان الوزير هنا خلص شغله على هذا البيدئ ويريت يرجع كوين دي وان بقى كفاية فهو اكتر حاجة من ترشح الوقت كوين دي وان لكن برضو بشيب اي سري مستحيل تكون غلط يعني مرضو مدية الموقف كان 0.4 با 0.2 او ايكوال دلوقتي ويش كله شبه بعضه انما النقلة دي كمبيوتر بلعليها ايه ترى والله كمبيوتر شايف انه مفيش مشكلة برضو لكن صاحبنا علي رضا فيروزة ام مبيت هنا وقال له على فكرة امتلا لو كالت هاكل وهاجيب كينجي هنا واجيب الرخ وصباح الفل ومش خايف من اي حاجة فطبعا الالفين ستمية وشوية صاحبنا اريان تاري قال لك انا عارف والله ان ان انا لو كالت وكالت بالبيدئ هيفتح الفايل بصراحة انا كنت غلطان او ان انا شايف ان الفكرة انا عدت عليها دي مش عظيمة يعني فانا هطلع بالحصان بتاعي واكمل الديفيلوب منت بتاعي عادي وهنا علي رضا فيروزة قال لك لا بقى انا مش هسمح لك تاكل انا عندي فكرة تانية مش انا قلت هلعب من اول الجيم على هذا الدياجونال اقوى المربع على هذا الدياجونال اللي انا مسيطر عليه بالفيل والوزير هذا المربع وانا هكمل كمان سيطرة عليه باني اجيب الحصان ده هنا وحاول ادخل في هذا المربع كوين دي وان منطقية عشان خلاص الوزير ما عددوش لازم على جناح الوزير وهيحتاج ان هو هيلعب شوية على جناح الملك اف ستة اف ستة دي بتمهد للزقة بتاعت السنتر لو 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 سمحت وبتسأل سؤال انت عايز ترجع هنا وتسيب لي خالص المربع ولا هترجع على نفس الوطر فهو اختار رجع في البشيب اي سري والحصان دخل فعلا في المربع الجامد ده الفيل رجع في الف واحد علشان يبقى عندي انتياز للفيل ما تدكش ولا فيل منهم ومغطي في نفس الوقت اي تضحيات تحصل على الاتش تري ولا في اي حتة الفيل واقف مدافع جيد طيب جي فايف فكرة الجي فايف هنا ان السنتر تقريبا مقفول وعندي سنتر قوي 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 باللسود ولو قدبت لاجي كده واجيب الرخ كده وزوق جي فور جيمي هيبقى ممتاز فاريان تاري الصراحة قالك هو بيلعب على الجناح انا عايز اضرب السنتر اما لعب ايه سي فور املاعب تنج اي ايت فعلا رخ سيد واحد هجيب الرخ بتاعتي عالفايل لسه ملاعبتش قمت انا كمان جايب الرخ بتاعتي عشان افتح الفايل الفكرة هي واضحة كل واحد بيحضر لافكاره وهنا اريان تاري شايف ان الحصان ده هيبقى جامد قوي وبعد ما ديت اتزق ممكن يبقى في حصان في بيدا ولا حاجات مندي انا تعبت قوي من حصان ده كفاية كده يحص لازم تتاكل وبعد هذا النقل املاعب بي فور طيب هي بي فور دي حلوة ولا وحشة بي فور طبعا نقلة جيدة انا عايز انكش هذا الشبح على جناح الوزير قبل ما ينكشني على جناح الملك بمنطقة البساطة فلو انا كالت كده ممكن ان ياكل بيدا في بيدا وتلاقي ان الوزير بقى عليه هجوم والسنتر كله وقع وطبعا الملك بتاعنا بقى واحش دلوقتي بعد ما السنتر وقع فطبعا ان انا اكل البيداء ده ليس من المحبز اطلاقا ولذلك صاحبنا علي رضا قالك يا عم انا همشي كده علشان انا بقامشي من وش الرخ وعلى فكرة بقى انا دلوقتي بهادي داكل بيدا في بيدا علشان حتى لو كان انا هاكل بالايه بالوزير او ارجع اكل بالحصان ويبقى السنتر بتاعي مازال آآ متماسك زقق على الحصان حصان ميشي زقق تاني على الوزير الوزير قالك ما عادش في مشاكل السنتر بتاعي الحمد لله زي ما هو والرجل ده المفروض بيحاول يعمل بيدا سلك على جناح الوزير بس انا مش ساكل في الفكرة بتاعته فانا هارجع في نفس الوطر وما عادش فيه الافكار بين الرخ والوزير في اي حاجة ما عنديش اي مشاكل وهنا قرر ان هو ما يكملش في الخطة دي وديه حاجة سيئة جدا على فكرة المفروض ان انت بشكل او باخر تحاول تاخد الزقة دي مثلا تلعب كده بعدين تلعب وزير هنا وبعدين تزوق لكن التشفيط ما بين الخطط شيء ليس من الجيد جي ثري وقام صاحبنا علي رضا فيروزة حارق تقريبا 10 دقايق او اقل من 10 دقايق 49 56 اقل من 10 دقايق حوالي 7 8 دقايق واملعب الجي فور هتاكلني هاكل بكش هتمشي هاكل بكش تاني هاكل من غير كش ولا حاجة وفتحت جناح الملك بتاعك والدنيا بقت ضيزة فاكل بيدق في بيدق كلب الرخ طلب الرخ تقوم الرخ ترجع فين في اتنين بس عشان عايزين نكوز طيب مشي طب واحد يقول لي ايه رأيك لو خدنا البيدق ده اقولك التضحيات هنا بقت عنيفة جدا ياكل يخش ويدي له كش مات ليه لان الفيل اللي كان واقف هنا ده هو في الحقيقة كان بيحمل متات بشكل او باخر فلما مشي تضحيه بقت فيه منتهى العنف طيب رجع مشي اوكي وصاحبنا اريان اه صاحبنا علي رضا قرر ان هو يضرب السنتر دلوقتي او يزوق البدق بتاعه بفكرة ان انا لو سمحت ايه الفيل بتاعك ولو انت كالت انا حاكل وهبقى عايز اخش بالوزير ودي كشات جامدة وبرضو لو انت كالت انا عندي فيل في فيل وبرضو موقف جاية انت لو كالت انا عندي الفيل ببناش لو انت كالت انت انا اكل بالوزير وعندي كشات جامدة جدا بالايه؟ بالوزير بتاعي من الاتش 3 فاريان اكل اكل وقال لك والله انا شايف ان الكيش دي جامدة ولو انا جيت بالملك كده التضحيات هتبقى جامدة اوي برضو هنا وخصوان بعد ما ده يجوز او حتى زاقة الاي فور هتبقى جامدة جدا علي وما بقدرش اكل علشان انه مربوط لو انا جيت بالملك بتاعي في المربع ده فانا هقرر ان انا العب حسن هنا كان المفروض يأكل بيدق في بيدق بيدق في بيدق عشان البيدق بتاعه اللي هو في الدي فور ده لتر اون في الجيم هتلاقي بقى اضعاف جامد ولكن ليس من السهل على الانسان الطبيعي زينا انه يسيب الوزير يخش بكشة هنا يعني يعني ليس من السهل انه اخد قرار قدام لعب 2700 انه سيبه يديني وزير يعني انا عايز اخسر اه بس مش عايز اتفضح يعني واخد بالك يعني مش هعمل تصرفات تخليني اخسر بفضيحة فرجع بالحسن هنا لك يعمل ما يدينيش الكيش ايخش ميس بس مش بكيش فانا هلعب اي نقلة تانية فعلا جاب الرخ والنقلة دي بصراحة مش كويسة اوي كان برضو الاحسن بيدق في بيدق في بيدق عشان البيدق المتأخر ده لاب الرخ واحنا جاوزنا كوين اي تو قالك هنا كان برضو احسن ينعب بيدق في بيدق بيدق في بيدق وبعد كده يبقى انا كل شوية قاعد بقول بيدق في بيدق بيدق في بيدق ليه هو ايه الموضوع قالك والله بعد ذاقة البيدق البيدق ده بقى اضعف وبعد النقلة بتاعة ركسي ستري اللي بتحاول تحمي اي تضحيات على مربع الجي ثري حصان اي فايف البيدق ده بيقع تماما مالوش حماية هنا اريان تاري تعب وقرر انه هو يضحي بالحصان في البداعين وخلاص فمقابل هذه التضحية صاحبنا فيروز قاله انه هو الله يا عم انا كمان هضحي فيل في بيدق طبعا اتقننا نشوف لو اكل كده ناكل بالرخ عايزين مات يبقى لازم ياكل ناكل بالحصان بكش لازم ياكل وناكل وعايزين مات هنا مالهاش حل مالوش اي الدفاعات هنا حتى الكمبوتر مرشح انه احسن نقل انك تضحي بالحصان وتلعب يعني كلام فاضي كله طيب لعب النقل دي بفجرة ان انا بحمل مات وفيروزة هنا عمل بمنتهى الاحترافية هذا الوزير في حماية الحصان وامجاوز هنا عايز يدي كش مات ما تتحلش وبعد هذه النقلة سلم صاحبنا اريان تاري خسر مرة ببيض خسر مرة بسود اصاد العبقاري الايراني علي رضا فيروزة او الاريسا لو اعجبكو الفيديو ياريت تعمل لايك اعملوا لايكات كويس على الفيديو لو اعجبكو الفيديو اشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة من تغطيط التي بوكس نوروي تشيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته